اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شعبة الطماطم الصناعية طرف انتاج وفير على المستوى الوطني بعدة ولايات وهذا يطلب انه تكون صناعة تحويلية في مستوى هذا الانتاج اليوم رانا في ولاية الطرف اين نأخذ عينة عن انتاج هذا المحصول من الحقل ودخوله الى وحدة التحويل المراحل تكون تكون بدرجة الاولى بمفاهمة مع الفلاحين يعني كمان تفهموا مع الفلاحين الفلاحين تعنا نحاولو انه نقسموهم يعني تكون الفلاحين يأتيوا مع بعضهم في وقت واحد ستوقع اشكالية كبيرة بالنسبة للمحاول وبالنسبة للفلاح نحاولو انتداوها كما توجد الطماط من تحمدي ويجيبو هنا انا يديروا تسجيلات على مستوى وإنتان لبوستقار يعديق الميزان البسكول يديروا الميزان تعوه بعد يدير البسكول يجي هنا للكيدة شارج يدير لدي شارج على الطماط تعوه طماط فراش ديك يدير لدي شارج لطماط، يتعادي تعادي طابل دي ترياج ترياج كيفا، كين فاحا كين مطبع طماط يجب عليهم فعالك الإيماطير المستخدم only يجب عليها من المسمى نعطي الأشياء على الطماطم يجب عليها نسيح معايير خطائق و распثة عن طماطم يجب علي الطماطم تسنح القسور والزراعها نحن نلجد الطماطم القسور والزراعة نحن سعطي المستخدم كبير الأغنام والأبقار يستفادوا منها. لا نعطيها الزوز ولا ثلاثة من الناس. يستفادوا منها. ونحن نحن 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 لدينا شيء من الجين. لذلك عندنا المراحل لها. عندك ماشينة سيبتيك وش خدمتها. عندها فاها دفاز. عندها ستيريليزازيون. يعني سيكون تعقيم المنتج. وفاصة أخرى رفروادسمان. ستكون في درجة حرارة أكبر من 100 تصل 110-114 درجة. وفروادسمان تعود بطنة حتى 37-42 درجة ومكسيما. ونتتعمر في ديساك سبيسيال. ودفي سبيسيال. يعني يكونوا دفي براميل تحديد. في ديباليات تعبوا. هذه نستعملها كمدة أولية. دفي الفروديويت عناولا باستيريزي. يذهب إلى ماشينة سبيسيال. اسمها الارون بليسس. بعد ما يتعبى الفروديويت. يعني يعدي على سيرتيس. يتقومنا بحملية الغلق العلبة. ديكو هنا تغلق العلبة. تعدي على الاتر. يدرنا الداتاتيون. يميرو تلو. بعد ذيكو تخرج عنا هنا. اللابراتور تحنا سبيسياليزي. اللي راح يدير لها. تحاليل فيزيوكيمائية كاملة. ونزيد ونديرو لها تحاليل ميكروبيولوجية. ولي تستابيليدي. ديكو تعمرد و تغلق البطا. تعدي على انتلال. ايطال الوتينير. تابرتيزيزيان. يرح يكون فيه. لطاستيريزيزيان. تال العلبة. بها بالمنتول. تخرج العلبة. عنا يعني عمال. احصائيين. اش راح يديرو. وديرو كونسيونمان. ورم بليساشة. تنفيذ بواتة. تنديكا في سبيسيال. في الكارتون. كنتظرون. ضاعفنا في الانتاج. كنا نحاولوا ستة مئات طن في اليوم. وكلنا نحاولوا الف ومائتين طن في اليوم. ونحنا كنشوفوا باللي في اللي حين. عندهم كمية كبيرة هذه. نزيل ونفعلوا ايطان. احنا عنا بربة ان شاء الله. ايطان ايطان. ايطان. ايطان ايطان. نقلبها ثلاثة اضعاف. يعني الكمية المحاولة هذه. بصح لازم حتى الفلاحين هم تاني يتجعو بها. لقد تنقلت الولاية قلمة. ورانا في بلدية عين العربي. هذه البلدية اللي فيها المرتفع الارتفاع عن سطح البحر. اكثر من الف يعني متر. رانا مع السيكمال حواس. السيكمال حواس هو يعني فلاح. يعني يخدم الطماطم الصناعية منذ تقريب من متسعينات. ورا عنده خبرة تنقلنا ليه هنا. سيكمال تكلمنا عن تجربة تاكتها. يعني كيف بديت كيف راكل. التجربة كنا نخدمه تجربة بيدائية بكري. بتاعتقد مكتار زوز. الخدمة التقليدية. معايش الخدمة. بشوية 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 بشوية. كما نقوله من الفين وخمسة الفين وستة الفين وسبعة. بتتطور شوية للمور. يعني ش حركوا بتحصلوا من كنطرف الهكتار يعني. متوسط. كون يساعدنا يعني جو ديما نمشيوا فوق للف وميتين. الف وثلاثمية. الف واربعمية. خاصة كون يساعدنا جو. وقت كما نقول وقت النوارة. والتوفر المياه كما نقوله. خاصة المشكلة المياه. المشكلة المياه كيف حكينا على. أصلا ما نطرحش عنها مشكلة المياه. لأن البراج تسوق هراس حللوا لنا في الوقت المناسب. يعني حللنا لكتسمحنا كشغل غمرنا. خدمنا ما نعرف يكون الما ولا ما يكونش. سعر بي. اي وكانين في اللاحة اللي ما قدرش يغامروا. مع التكاليف تاع المازوت. مع التكاليفة لزونجرين. مع التكاليفة الأدوية. مع التكاليفة الأدوية. مع التكاليفة الخدام. والسعر قاد هو هو. سعر بقى هو هو يعني اذا اثناشا دينار كما اقول والربع دينار التاع الدعم ما تغطيش لكما تجيبش يعني تجيب روندبو كبيرة وغير تلقى روح شوية الحاجة الايجابية اللي عندكم انتم ما انك طماطم تعكم توجد انها اللي تخلص طماطم رو اخرى يعني هذا كما جاء طعنا فيه كرين ومليحة ايه فما يكونش زحمة ما كانش زحمة في المصنع وما تكون شوية ليب كل شيء حتى هالي تقدر احتل الاستهلاك احتل الاستهلاك ام قاعدين استهلكوا فيها الوطنين انا يشوف اللي في السوق راي تتباع يعني بكيلوه وواحدك يروح هذو كل المصنع ما لقوش للطوابير هذه كلها ولا ليد العميلة ما عندكش مشكلة ليد العميلة بيجي ويهجروا ومكي ما هنا بالجلفة بضلعم بوس عادة معين دفلة موسيقى نجي على الخمسة الصباح نكون هنا نجي هنا ونخدمون نحيب الكازي نجي بمئتين ثلاثمية وروح روح العشية جوال خمسة ونص نجي من الجلفة نجي نحضر هنا يا وليدكالما كل عام ويزيرنا تقريبا ثلاثة شهر رابر شهر كل يالي نتفضل الخدمة ايه نتفضل الخدمة الدلاء الفلفل نخدم كلاش موسيقى ايه نتبتو هنا والحمد لله مطلعين فينا في كلاش حمد لله يا رب ايه نحن بحكم التجاربات الي هنا في دارة المخلوف المنطقة هذه تنتظ تمتظ كيما يقولون كثير ترديف عملية لركات 3 ومط جنرى من ديرو ايه وشهد السف اللي تمتظ بها البلدية هذه الماء كينا عدنا باراج وعندي سورس يعني الماء دبون كاليتي المردود هنا الفاري انتر ميد دو سو حتى ميد كاتسوان ميد سين ساو سادي بار عام بالنسبة لمدارية المصالح الفلاحية في برنامجها الإرشادي يعني كل موسم فلاحي بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية الاتحاد البلائي للفلاحين جزائريين ومختلف الشراكاء الفاعلين في هذه الشعبة برمجنا أيام تحسيسية طيلة المراحل ولا طيلة مراحل المسار التقني من بداية تحضير المشتلة إلى غاية يعني مرورهم بمكافحة العشاب الضارة مكافحة الأمراض الفطرية إلى غاية عملية الجني إحنا الأيام التحسيسية هذه أو البرنامج الإرشادي تمثل فيه تنظيم أيام تحسيسية مواقع استدلالية يعني يتم تنظيمها على مستوى المستثمارات الفلاحية هنا يخدموا جنيران ماء ما تطور على طوماط هذه هذو يخدموا بالسيستم تعلقوطا قوتا قوت هناك راند ماء هنا تطلع طوماطيك ماء راند ماء تطلع والله من ديفر تنقص لأن الفلاح عرف يعني الإيجابيات للإستعمال للنظام هذا رح يقضي على الأعشاب الضارة مش رح تكون كذلك على الأمراض الفطرية كذلك يعني الاقتصاد في الماء كذلك رح يقتصد في سواء في الحسن المردودتها وسواء من ناحية الكمية كذلك من ناحية التكلفة رح تكون ناقصها اشتركوا في القناة